اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبحكي امتى الفترات الجيدة امتى الفترات السلبية ايش اكثر اشي جيد ايش اكثر اشي سلبي طول الشهر والتواريخ اللي انا بحذرك منها اما بالنسبة لهذا الشهر يا موليد برج القوس فهو مليء بالحضوض عاطفيا وماليا وفيه فرص للنساء بالدخول بالحمل تنشحن بطاقة ايجابية والفرص ايجابية خصوصا في المجال الحضوض الكاملة وفي العاطفية بتزيد من الحياة الترفيهية والرومانسية بالنسبة للك تنشط في العلاقات الاجتماعية وبتسارع الى المصالحة او التعارف ممكن تحمل هاي الفترة افراح سارة او اخبار مفرحة او نجاح ومن الممكن الوقوع في الغرام من النظرة الاولى لان المشاعر رح تكون عندك جياشة وخصوصا مع وجود الشمس في الحمل رح يكون عندك فرص كثيرة على امور الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية في اشياء كثيرة رح تنحل معاك هذا الشهر في منكو ممكن يرتبط وفي منكو ممكن يدخل في مرحلة جديدة من الحياة مثل الزواج او يخطط للموضوع هذا ويرتب له بالفترة القادمة في منكو ممكن يوقع على عقود او يبدأ شراكة عمل يعني بمعنى اخر انه عندك فرص قوية جدا لازم انك انت تستغلها قبل ما نوصل لتسعة عشر شهر لانه بعد تسعة عشر شهر بترتفع وطيرة العمل وبتزيد المسئوليات بدك تدير بالك من التوتر ومن العصبية من احد الزملاء او من المقربين اليك وبدك تنتبه لوضعك الصحي وما تهمل وضع صحي قديم واللي بدان ابهك عليه طول الشهر اللي هو بدك تدير بالك اثناء السفر داخل المدن او التنقلات خصوصا اثناء السياقة وبدك تتجنبوا مواجهة مع اخ اوجار اما بالنسبة للخارطة الفلكية فانا شايف انه شخصيتك راح تكون قوية جدا خلال هذا الشهر ولكن انه هاي الثقة وهاي القوة راح تكون بعد الاسبوع الاول من الشهر يعني ابتداء من يوم ثمانية الشهر بتبلش تحس بالقوة الصحيحة لشخصيتك بتلاقي انه انت صرت ملفت للانتباه اكثر خصوصا للطرف الثاني او للجنس الاخر بتلاقي عندك حيوية عالية جدا بتلاقي عندك اهتمام عالية جدا في نفسك وبرضو عندك ثقة عالية جدا في نفسك اما بالنسبة للبيت الثاني بيت المال في فرص ولكن الفرص هاي ما راح تكون قوية بالشكل اللي انت بترغب له يعني تجيك بشكل متقطع خلال هذا الشهر صحيح انه اول ست ايام من الشهر بتحملك فرص قوية ولكن انه بترجع بتتقطع تقريبا يعني ممكن تجيك ساعتين في يوم ثلاث ساعات في يوم ممكن ما تجيش ممكن تزيد المصاريف عليك ممكن يصير فيه عليك التزامات او مطالبات ولكن الفرص الطويلة احنا منسميها او الفترات اللي بتكون محظوظ فيها ماليا يعني بدك تكون انت جاهز انك تستغل الفرص باسرع وقت ممكن اكثر الناس المحظوظين راح يكونوا هم الاشخاص اللي بيشتغلوا بالصفقات التجارية بالاعمال الحرة وممكن اللي بيشتغلوا بالعمل الاضافي ممكن تحصلوا على هدايا خلال هذا الشهر نوع من انواع التكريم او هدايا تستحقوها اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه عندك تنقلات كثيرة عندك اهتمام بالمواصلات بالاتصالات بالاجهزة بالحوارات بالنقاشات اول الشهر بيكون جيد جدا بدعمك بقوة في هذا المجال حتى اللي عنده بحث او عنده دراسة او عنده مشروع راح يبدع بشكل جيد ولكن راح تمر عليك ايام زي منتصف الشهر وبآخر اسبوع في الشهر راح تكون مضغوط جدا ونسبة الخطر راح تكون عالية جدا خصوصا في فترات يعني في اثناء التنقلات بدك تكون حذر وبدك تكون منتبه وما في داعي لا للتهور ولا للمغامرة اما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فانا بقولك انه الامور على مستوى البيت يعني مش بنقدر نحكي روتينية يعني ما راح نحكي انه فيها الاشي الكبير من ايجابيات ولكن انه هو اشياء عابرة بتكون اشياء الهلاقة بصيانات ترميمات بسيطة بعض المشتريات ولكن في اخر تقريبا يعني اسبوع ممكن تشد عليك الحدية بشكل قوي جدا على المستوى المنزل لدرجة انه ممكن تفقد السيطرة وممكن يصير فيه نوع من انواع المشاحنات ما بينك وبين احد الاخوة او ما بين احد الوالدين ورح تهتم يا ما بصحتك يا بصحة احد المقربين لا اليك يا بصحة احد الوالدين اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس نفس الشيء عاطفيا ما فيها شيء نحكي الا انه هو بعض الكواكب بتدعمك فيه بشكل ايجابي بتعطيك نوع من انواع الحدوض وبتعطيك اشياء ايجابية ولكن اذا انت ما اشتغلت على نفسك وتحركت بالاتجاه الصحيح ممكن تخسر هذا الشهر ويطير من ايدك وما تحقق اي انجازات خلاله عشان يبدك تكون جاهز ومستعد وبرضو في نفس اللحظة عندك القابلية لهاي الامور خصوصا العاطفة والحضوض اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف انه فيه عندك كثير من الاشياء اللي الها علاقة بالعمل فيه منكو ممكن يتوظف وخصوصا اول اسبوع وبرضو فيه تقريبا اللي هي بعد تسعة عشر شهر يصير فيه نوع من انواع الوظيفة او قبول لوظيفة او تنتقل من عمل لعمل يكون عندك كثير من الالتزامات او الاعمال وممكن تنجح فيها ويكون فترة ايجابية وقوية على مستوى العمل حاول تستغلها بشكل جيد ولكن فيه منكم برضو اشخاص رح تهتم بوضعها الصحي وممكن انه يصير عندهم نوع من انواع التعب فعشان هيك يبدون يكونوا حذرين اذا اطور الوضع عندهم او حسوا حالهم انهم تعبنين هي لازم يراجعوا طبيب اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراكة المالية والعاطفية فبلاقي انا انه برضو الاسبوع الاول في قوة تدعمك على مستوى الشراكة وبرضو في ايام في اخر الشهر تيجي بقوة كبيرة ولكن باقي الشهر اي عقود بتديد دملكم حاولوا انه انتوا تدرسوها بشكل جيد وتخلوا مختصين انهم يراجعوها ويدقيقوها وبرضو لما تتابع انت التوقعات اليومية فانا كل يوم بذكر لبيوت كلها فبعطيك الايام الايجابية والايام السلبية من خلال التوقعات اليومية اما بالنسبة للبيت الثامن يعني نقدر نحكي انه هو فارغ على مستوى الدعم الخارجي يعني اشخاص يدعموك او يساعدوك او نوع من انواع الاموال اللي بتيجي من ضمن شراكة او مستردة ضمن ضريبة او تأمين يعني هاي الشغلات ما رح تكون بهالقوة اللي انت بترجوها الا لقلة قليلة من موليد برج القوس اما بالنسبة للبيت التاسع فمنقول انه تقريبا بيضل الركود عندك موجود لغاية تسعة الشهر بعد تسعة الشهر بصير الشهر كله حتى نهايته قوي جدا على مستوى الامتحانات الجامعية وعلى مستوى الدراسة على مستوى السفر على مستوى الهجرة على مستوى الامور اللي الها علاقة بالاستراد والتصدير على مستوى القضايا القضائية انها تكون لصالحك يعني بصير فيه قوة كبيرة في هذا البيت بدعمك بشكل عالي جدا ويمكن نحكي هو بعد بيت الشخصية هو البيت القوي جدا برضو بكون دعمك بالنسبة لبيوت الخارطة الفلكية اما بالنسبة للبيت العاشر فممكن خلال اول اسبوع من هذا الشهر يكون فيه بعض المفاجآت اللي الها علاقة قبول توظيف الها علاقة فيه شركات كبيرة او ممكن تكريم او تنقلات او اشياء فيها نوع من انواع المزايا اللي انت كنت تنتظرها اليك فترة طويل فعشان هيك يحاول انك تكون جاهز فيه اول اسبوع وفيه تقريبا اول العشرية الثالثة يعني اللي هي ايام واحد وعشرين واثنين وعشرين ثلاث وعشرين اما باقي الايام فبتيجي متقطعة هاي الحضوض وبيجي نوع من انواع السلبية فعشان هيك بتكون يعني تحدوا من عصبيتكم وتحاولوا ما تدخلوا بنزاعات مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وحاولوا ما تتغيبوا وحاولوا انك تنجزوا اعمالكوا على اكمل وجه اما بالنسبة للبيت ال 11 فانا شايف انه برضو نفس الشيء على مستوى الصداقة انت ما رح يكون عندك نشاط تقريبا اذا بدي اعطيه نسبي فانا بعطيه مش اكثر من عشرين في المية كقوة انك انت تتواصل انت واصدقائك او تتواصل انت وما عارفك فراح يكون في عندك اشياء كثيرة انت مشغليتك اكثر الامور العاطفية وبرضو الامور العملية حاول انك انت برضو ما تهمل فيهم لو كل 4-5 ايام 6 ايام تواصلت باتصال مع اي احد منهم فالمهم خلي فيه نوع من انواع العلاقة والروابط لسه موجودة بين الاصدقاء اخر اسبوع من هذا الشهر ممكن تدخل في نوع من الحدية او العصبية بانتصرف احد الاصدقاء وتكبر المشكلة ما بينك وبينه لدرجة انه ممكن توصل للقطيعة حاول تمسك اعصابك انت وما تكبر الامور زيادة لانه الامور هي اساسا حادة بدون انه انت تزيدها اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف بما انه مش كثير ضغط يعني رح يكون في ايام ما في ضغط نهائيا ايام روتينية ايام فيها ايجابية فبلاقي انه هذا الشهر رح يعطيك طاقة كبيرة جدا لانجاز كثير من الاعمال اللي عليك برضو رح يكون اليك ميول الاشياء التكملية زي فيتامينات مكملات غذائية اعشاب شغلات من هذا القبيل رح تهدم في صحتك بشكل كبير ورح يكون لك يعني ايام اشياء ايجابية خلال هذا الشهر هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء